اشتركوا في القناة نبدأ أولا بالأداة Flow Layout Panel كما تلاحظون فهي عبارة عن panel لكنها تتميز عن البانل العادية بكون أداة Flow Layout Panel تنسق الأدوات التي تحتوي عليها بشكل منظم بحيث يتم ترتيب الأدوات من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين أو من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى بشكل دقيق ومرتب سنقوم بتكبير حجم Flow Layout Panel قليلا ثم نقوم بإضافة مجموعة من الأزرار تلقائيا داخلها وستلاحظون بأن الأدوات توضع بشكل منظم ومرتب على خلاف لو وضعناها على الفورن مباشرة أو على panel أو على أي تأذى أخرى نأتي ونضيف زر هنا نغير خاصية النص بدل Button 1 نقل له مثلا Add New Button ونسمي هذا الزر Btn New ندخل إلى الحدث كريك الخاص بهذا الزر نأتي إلى هنا ونقوم بإنشاء كائن أو عفوا عداد رقمي As Integer يبدأ من سفر بحيث سنقوم بإنشاء مجموعة من الأزرار نقوم بإعطائها اسما مدموجا برتبة العدد الذي يصل إليه هذا العداد أول شيء نزيد رتبة العدد بواحد ونعلن عن Object من نوع Button As New Button Button.Text النص الظاهر على هذا البطن هو Button ثم ندمجه مع الآن count يعني الزر الأول الذي ستتم إضافته سيكون اسمه Button 1 Button 2 Button 3 إلى آخره في كل ضغطة click يتم إنشاء زر ويتم زيادة هذا العدد بواحد وإسناد هذا النص إلى تكست الخاص بالButton المراد إضافته ثم نكتب flow layout panel 1 dot controls أفوان dot controls dot add نبتع القوس ونضيف هذا البطن لاحظوا معي أنه كلما أضفت Button سيتم إضافته بشكل منسق داخل أداة flow layout panel أضغط على add new button لاحظوا معي أحبتي في الله كيف يتم إضافة الأزرار حينما وصل إلى نهاية flow layout panel عاد إلى السطر بشكل تلقائي علما أنه يمكننا تحديد طريقة عرض الأدوات إما من الشمال إلى اليمين أو من اليمين إلى الشمال أو من أعلى إلى فوق أو عفوا من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى لاحظوا إذا أردنا تغيير توجيه الأدوات توجد عندنا خاصية تابعة للأدات flow layout panel وهي الخاصية flow direction نحدد أدات flow layout panel ونبحث عن الخاصية flow direction هذه هي يفسرديا قيمتها left to right سنغيرها إلى right to left وستلاحظون أن الأدوات ستتم إضافتها من اليمين إلى الشمال لاحظوا هذه المرة من أين بدأ وكيف صار الاتجاه لو غيرت خاصية flow direction إلى top down يعني من أعلى إلى أسفل ستلاحظون أن الأدوات ستنضاف من أعلى إلى أسفل لاحظوا كيف صارت الأدوات تنضاف هذا بالنسبة للأدات flow layout panel أحبة في الله كما تلاحظون معي فهي تضع الأدوات بشكل منسق ونحن أعطينا المثل بالأزرار علما أنه يمكنكم استخدام أي أدوات ممكن وضعها داخل flow layout panel أزرار picture box وما إلى ذلك هذا فيما يخص أدات flow layout panel بالنسبة للأدات table layout panel فهي أدات دورها أيضا هو يعني الإهتمام بموقع الأدوات على الفورم بحيث تقوم بإعطائنا جدولا table مكون من أعمدة ومن خانات نستخدم هذه الخانات من أجل وضع الأدوات عليها بحيث تبقى الأدوات منسقة على هذا الجدول نترك هذا الفورم ونعود إلى solution explorer ونضيف فورم جديد من أجل تجربة أدات table layout panel add new windows form سنسميه table layout panel demo نغير مقاس الفورم ثم نسحب عليه أدات table layout panel لاحظوا معي هي شبيهة بالpanel لكنها على شكل جدول تتكون من أسطر ومن أعمدة عندي عمودين وعندي سطرين يمكنني إضافة خيانات أخرى من خلال الضغط على هذا السهم add column ستضيف لي عمود add row ستضيف لي سطر كما تلاحظون معي الآن سنجرب أدات table layout panel من خلال مثال بسيط فورم من أجل إدخال معلومات الموظفين وعرضها في الاستفيو وسنلاحظ كيف أنه تمكننا هذه الأدات من الحفاظ على الشكل الملسق للفورم حتى لو غيرنا مقاس الفورم سنكبر أدات flow layout panel بهذا الشكل مثلا ونذهب إلى علبات الخصائص ونحدد في الأنكور يعني المسافة بين طرفي أو بين أطراف هذه الأدات وبين الفورم هنا افتراضيان top left نعطيها أيضا بالنسبة للright وبالنسبة للبطم هكذا لكي يبقى حجمها مرتبطا بحجم الفورم ثم نأتي ونضيف مثلا سطر جديد other row أرفع هذا السطر إلى هنا ثم هذا السطر إلى هنا علما أنه يمكنني التحكم في مقاس الأسطر كما أشاء هكذا مثلا ثم هذا الجزء الخاص باللائحة سأسي وأضيف الأدوات التي أريد إضافتها لكن قبل ذلك سأقسم الفورم أو أضيف يعني عمود آخر add column بهذا الشكل عندي أربعة columns وعندي كم من سطر واحد اثنان ثلاثة أربعة ثلاثة يعني أربعة على أربعة سأضيف label هنا ثم هنا ثم textbox أمام كل label الغرض من هذا المثال هو التعرف على كيفية التحكم في شكل التصميم ثم أضيف textbox آخر هنا لاحظوا أن هنا الشكل غير مقبول لكن حينما سنحدد مقاس الأسطر والأعمدة ستلاحظون كيف سيتغير شكل الفورم أغير نص هذه الأدات يكون مثلا ID معرف المغضف هنا name هنا مثلا address أو الوظيفة ثم هنا في الأخير العنوان ونأتي ونضيف مثلا هنا زر للإضافة وهنا زر للإلغاء وهنا في الأسفل سنضيف list view من أجل عرض يعني العناصر التي تتم إضافتها سوف نقوم فقط بالشكل أما المحتوى فليس هذا هو غرضنا من المثال نريد فقط أن نتعرف على كيفية تصميم شكل مناسب كيف نحدد حجم الأسطر والأعمدة نحدد الجدول table layout panel ونأتي إلى هذا السهم ونختار editor rows and columns تظهر لنا هذه الواجهة هنا colon 1 ما هو الحجم الذي نريد إعطائها هل نتركها autosize حجم تلقائي أو نعطيها الحجم بالنسبة المئوية يعني 50% من الحجم العام أو absolute نعطيها بالبيكسل مثلا 20 بيكسل 30 بيكسل وما إلى ذلك وفضل الخيار percent نعطي مثلا للcolon 1 هذه التي فيها الname والid هذه الcolon نعطيها مثلا 10% colon 2 نعطيها مثلا 30% الcolon 3 أعطيها بالpercent أيضا مثلا 10% والcolon 4 أعطيها مثلا 30% هكذا لو ضغط على OK ستلاحظ الفرق الآن لاحظوا كيف صارت بنفس الطريقة أعود إلى edit rows وأتحكم هذه المرة في حجم الأسطر أختار من هنا الروس ثم هنا بالنسبة للسطر الأول سأعطيه بالpercent مثلا يكون حجم الأسطر مثلا أو أعطيه يعني هنا absolute أعطيه مثلا 40 بيكسل الروء الثاني أيضا أعطيه 40 بيكسل والسطر الثالث أعطيه 40 بيكسل السطر الرابع الذي يحتوي على list list view وأعطيه مثلا بالpercent أعطيه مثلا 60% وأضغط على OK لاحظوا كيف صارت هنا بالنسبة لـ 40% أعتقد أتت كبيرها نوعا ما سأغيرها rose بدل 40% سأعطي مثلا 30% فقط أو عفوا 30 بيكسل ثم OK هكذا أعتقد أفضل ثم هنا لو لاحظتم عيفا الليبل تظهر والأدوات كلها تظهر في أقصى الأعلى يعني في top سأحدد هذه الأدوات كاملة أحددها كاملة ثم آتي إلى الخاصية encore من هنا بدل top lift أعطيها أيضا الright والبطم لتظهر هكذا بالنسبة للليبلز لا أفضل هذا الخيار أحدد الليبلز فقط بدل الright والبطم سأحدث الright وأحدث أيضا عفوا لم أتحدث أحدث الright وأحدث البطم وأحدث أيضا top اللي تبقى في الوسط ولا بلاش نترك top الطوب أفضل هكذا تظهر الأدوات بهذا الشكل هنا الأزرار أريد أن تظهر ناحية في هذا الجانب وليس على الشمال أحدث الأزرار وأختار من هنا من الخاصية anchor بدل top left أختار top right هكذا وتظهر بهذا الشكل نأتي الآن إلى list view نريد أن تظهر على كافة هذه الخانات هذه الخانات ما هو السبيل إلى دمجها في خانة واحدة نحدث الأدوات التي نريد ونذهب إلى الخاصية call Spain colon Spain أو call Spain هذه هي يعني بدل واحد سأعطيها عدد الخانات التي أريد أن تمتد عليها عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة أقول لها أربعة الآن سيسر بإمكاني تمديدها على كافة الخانات الأربعة بهذا الشكل سأتي الآن إلى هذا الزر أسميه مثلا النص الظاهر عليه button أوكي هنا مثلا cancel لاحظوا الآن الفورم صار منصق لو أتيت إلى solution explorer ودخلت إلى my project وغيرت ترتيب النوافذ بدل أن يظهر الفورم 1 أولا يظهر table layout panel ونفذت لاحظوا معي كيف هو الشكل منظم لو كبرت ستكبر الأدوات هنا هذه list view لم تكبر هذا الزر وهذا الزر متباعدان جدا سنحاول أن نسيق الفورم بشكل أفضل نغلق ونعود إلى البرنامج نأتي إلى list view أولا نذهب إلى properties ثم anchor من هنا نختار أيضا right والبطم لتمتد بهذا الشكل هذا الزر لكي يظهر إلى جانب هذا الزر سأحذفهما معا وآتي وأنقل أو أسحب أداة table layout panel داخل هذا الجزء والtable layout panel كما نعلم مضاف أو مكون من أربعة خانات أي من سطرين سنحذف السطر الأخير remove flush draw ونغير مقاس السطر المتبقي نعطيه في anchor جيدا جميع الجوانب top left right and bottom نغير مقاسه ليشمل كافة الفورم هكذا ثم نأتي ونضيف الزرين من جديد هنا الزر أوكي وهنا الزر cancel وغير النص ثم أوكي الآن لو نفذنا سنلاحظ بأن الأداتين ستظهران نوعا ما بشكل منصق الحجم فقط هو الصغير نتحقق من list view لاحظوا list view صارت بشكل أجمل كلما كبرت كلما تكبر الأدوات هنا هدين الزرين سنغير مقاسهما بناء على السطر الثالث نحدد الجدول الأول الرئيسي ونأتي إلى edit rose and columns ثم السطر الثالث بدل 12.50 أعفوا هنا الروز السطر الثالث بدل 3 بيكسل سأعطيه مثلا 40 بيكسل وأضغط على أوكي نفذ ونشاهد على بركة الله لاحظوا الآن صار يظهران بشكل جيد إذا أردنا من الزرين أن يظهر محاديا لليمين نحدد هما معا ونأتي إلى الخاصية anchor دائما لاحظوا أن الخاصية anchor مهمة جدا في محادات الأدوات anchor بدل left أختار right هكذا وسيظهران بشكل أفضل ننفذ ونشاهد على بركة الله لاحظوا الآن صار بشكل أحسن هناك مشكلة يعني حينما نصغر أكثر من اللازم لاحظوا كيف استظهر الأدوات هنا في هذه الحالة ينبغي أن نحدد المينيموم صايز يكون مثلا بهذا الحجم فنحدد الفورم ثم نأتي إلى الخاصية مينيموم صايز هذه هي مينيموم صايز افتراضي القيمة هو صفر سأعطي في المينيموم صايز الحجم الحالي كونترول C and best لكي يصبح هذا الحجم الحالي هو أصغر حجم ممكن سأكبر الأمر جيد سأصغر الأمر جيد أيضا ويمكنكم أيضا تحسين شكل هذه الأدوات بناء على تقسيم الفورم باستخدام أداة Table Layout Panel أرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في شرح أداتي Flow Layout Panel وآدات Table Layout Panel نكتفي بهذا القدر خلال هذه الحسة مع متمنية لكم بالتوفيق والسداد ونلتقي في حسة قادمة إن شاء الله دام لكم البشر والفرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر